اشتركوا في القناة الفوز له في تاريخه في كاسي افريقيا بتغلب على بوراندا بهدف دون رد في المباراة التي قيمت يوم امس في ملعب الاسكندرية برسم الجولة الثانية للمجموعة الثانية وعرفت الحصة التدريبية للمنتخب الوطني المغربي ليوم امس مواصلة غياب المهاجب خالد بطيب بعد الاصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة حيث سيغيب عن المباراة امام ملك الدفور اليوم الجمعة واكد الناخب الوطني هيرفي رونار في النادوة الصحفية التي تسبق المباراة ان منتخب مصر لا يحتاج الى خدماته حيث يمتلك مدربا كبيرا وهو خفر اغيري كما ان تركيزه كله منصب على المنتخب الوطني المغربي فقط ومن جهة اخرى تلقى منتخب تونس ضربة مجيعة بعد تعرض يوسف امساكني لاصابة في الركبة تهدده بالغياب عن لقاء مالي وهو الامر الذي اثار قلق مشجع تونس قبل مباراة اليوم واعلن الاتحاد المصري عبر بيان رسمي تخفيض عقوبة عمرو ورده صاني العب المنتخب بالايقاف حتى نهاية الضور الاول لبطولة كأس افريقيا والترجوع عن ايقافه لنهاية المسابقة وذلك بعد استبعاده من القائمة التي تخوض البطولة بسبب فيديو فاضح انتشار لعمر ورده عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر مقطع فيديو اعتدر خلاله للجماهر المصرية عما بدر منه مشاهدين نكتفي بهذا القدر ونلقاكم في امان الله